صباح الخير ومساء الخير عليكم وين ما شنتوا واللي داي تابعوني هسه هذا الفيديو هو خبز عروق عراقي بدون طاحين شون بدون طاحين لنده شوفوا الفيديو والخطوات بالضبط والمقادير جوا تحت الفيديو يلا خلنا بديه نحتاج الى الشوفان هاي النوعية الأوت الكوك وصرهم هاي الثانية هذا الشكلة شوفان تعرفوا كلتكم بدت اطحن طاحونة من قهوة هاي اطحنها كلش ناعم مش قيد ما تقدرون كميات صغيرة كل نص كوب خلو حتى لين الطاحونة صغيرة اطحنت ثلاث كوابة من الشوفان ورح انخلة لازم تنخلو لين الا بيهيتي باعشون اطحن اطحن نخلي ملعقة صغيرة من الخميرة ملعقة صغيرة من الملح ونص ملعقة صغيرة من السكر على مود تدفع على الخميرة ويانا نحرك نضيف مي دافي كوب ونص من المي الدافي يعني اضيفه بالتدريج ماكو عجم بالايد كل السهلة هنانا المي اكثر من العجينة العادية تحتاج يعني الاوت او الشوفان يحتاج مي اكثر من العجينة عادية وما يحتاج خبز بالايد اطحن نضيف ملعقة صغيرة اطحن نضيف ملعقة صغيرة عن ما يخلص الكوب ونصعدكم هسا نعجي نهيت يعني شون لا سوي كل الزين هيتشي رح اعوفها ونبدي نسوي البصل والحشوة الباقية اه احنا عندي حبتين من البصل متوسطة الحجم فرمتهم ناعم رح اضيفهم ملعقتين زيت اكبار حتى احمس البصل البصل لازم ينحمس على مود ليكون طعمه كلش قوي ملعقة كبيرة من الكاري ملعقة صغيرة من الكزبرة نص ملعقة صغيرة من الكركم نص ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من ماجي خضرة بقيتة اذا ما متوفرة خلوا ملح شوية اقل من ملعقة صغيرة لان خلينا بالعجينة هذي اذا متوفرة عدكم واختياري يعني تقدروا نضيفون ملح اذا ما عدكم نحرك نحمس البصل اندبله ونشيله من النار نخليه شوية يبرد اللحم المفروم راح استعمله واللحم بقر اذا عدكم غنم تسووها نص بنص مفروم 15% بيدهن عندي بياض بيضتين باقة بغدونس مفرومة والبصل اللي حمسناه حق خلينا البهارات وياه راح ضيف كيس من بهار اللي اللي ما خليت ايشي يعني ما عندي لحم خروف خليت بهار اللي ما متوفرة هنا بامريكا اللي الاصلية بالعراق اذا متوفرة تثرموا شوية لي وياه ما تحتاجون هاية متوفرة هنا بامريكا بالاسواق العربية البيض مهم بياض بيض بس كلش مهم لانه حتى يلمن العجينة ومن دخلها للفرن ما تتفك فك بيدنا يعني ما تصير قطع تصير خبزاية كاملة بياض بيض صحي وبيكمية عالية من البروتين فلا تخافون يعني كل الزين اضفنا البقدونس ونضيف البصل اللي شوف شون حلو لون البصل ورا ما حمسناه زين بالشوكة رح احرك زين هاي المواد مع بعض عندما حضرنا اللحم العجينة ارتاحت وعشون شربت المي كله وصارت لز جهيتي وعشون وهذا شي طبيعي موضحين عادي هذا رح اضيفها على اللحم خلطة اللحم اللي سويناها وماكو عجم بالايد اهم شي سهلة جدا انتبهوا على المقادر اهم شي كتابتها جواب صندوق الوصف الريحة والشكل يعني ما تفرغ بالعكس الشبع وطيبة كلش كلش طيبة ما شاء الله روعة هسه اخليها ترتاح فد نص ساعة يضاعف الحجم باعشون كلش حلو مكان دافي نص ساعة هاي ارتاحت عدنا نص ساعة العجينة اختمرت عندي صينية ورق زبدة مهمة هاي هسه ادهن الورق الزبدة احسن حتى لا تلزق عليها شوفوا العجينة شون صارت اقدر اشكلها بيدي شوية دهنت ايدي بالزيت كلوحدة لزمت اثنين صينية مالتي سويت مقبار ابدي افتحها لا كلش خفيف يعني الثخن مو كلش خفيف يعني فتحوها بس مو كلش خفيف على مود مو طحين هذا فاحسن شوية اثخن من العادي باعوا هذا الثخن اريد اكمل طلعوا ستة قبار هالكمية كفقت ستة شوية مساحة بالزيت مساحة خفيفة حلو 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 الفرن شغلته حاضر يعني لازم درجة حرارة 400 هاي ها نح دخلهم الصواني جوه بالفرن خليتها قلبك يعني على 400 فهرنهايت 200 مئوية لمدة 20 دقيقة وهذا شكلهم شوفوا الثخن روعة ريحة يعني ماكو هيتش ريحة وطيب خبز عروب بدون طحين وهذي سلتنا أو صينيتنا روعة روعة حابين الفيديو سووا لي لايك شير للفيديو وعجبكم اشتركوا بقناتي يكون كلش فرحانة وطيب خبز عروب على طريقتي صحي جدا كلش شوفوا شون شوفكم ما شاء الله روعة 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 نسوي الشاي نصب الشاي وناكل الطعام يخبض يخبض والطعام كلش طيب كلش طيب رح يعجبكم سهلة جدا ههمشي لسوها تفتحوها كلش خفيفة لأن هذا مو طحين هذا شوفان والبيض بيض بيض لازم حتى يلزم العجينة عندنا إن شاء الله أعجبكم الفيديو أشوفكم فيديوهات جديدة من مطبخي مطبخة ندا وأترككم وأمان الله اشتركوا في القناة